موسخته التانية ومهتمين جداً أن يكون في عروض مختلفة مهتمين جداً ببناء الإنسان، بجودة الإنسان، بكل اللي يهم الإنسان مش بس الحقيقة من قوة نعمة بأشكالها المختلفة برياضات كمان مهمة جداً جداً لأهلنا هنا في مطروح زي ما قلت لحضراتكم أنا عند نقطة البداية سينما السيارات من مدينة العالمين هينطلق السباق خلال لحظات وطبعاً هيكمل في مدينة العالمين موروث ثقافي مهم جداً، تراث مهم جداً والحقيقة دايماً بيقولوا أنه اللي بيحبوا الرياضة دي زي بالزبط اللي بيحبوا رياضة كرة القدم زي مشجعي كرة القدم بيروحوا وراء الفريق بتاعهم في كل ملعب وبيشجعوا بكل قلب الحقيقة أنه كمان محبي الرياضة دي بيروحوا وراء العروض والسبقات والقبل في كل ميادين الجمهورية اللي بتبقى موجودة فيها طبعاً يعني هي رياضة حقيقي مهمة وليها تراث ومرضوث ثقافي مهم جداً 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 بيحييها مرة تانية والحقيقة لما بنقابل ناس من أهالينا من القبائل المختلفة بيقولوا أنه زي ما الجمال دي كانت عون لنا زمان لحقيقة نحن بنحي وجودهم مرة تانية من خلال السبقات والمعارض المختلفة للهجن والجمال وبيبقى منظر بديعة أنا هسيب حضراتكم معاه من مدينة العالمين في نسخة تانية من مهرجان العالمين والسبقات وعروض الهجن وهرجع لحضراتكم مرة تانية علشان نتابع اللي حصل في المسابقة الهجن النهاردة يا مساء الرضا والفل والجمال على مشاهدينا في كل حتة في مصر إحنا دلوقتي مع بعض من أحلى وأجمل الحتة الموجودة في الدنيا كلها مش قولك في مصر بس أنا أول مرة يجي مدينة العالمين الجديدة والحقيقة فعلا زي ما أجدادنا بيقولوا اللي شاف غير اللي سمع والله العظيم يا جماعة قصما بالله العلي العظيم حاجة في منتهى الجمال والحلاوة اللي في الدنيا فعلا حاجة مفيش زيها في أماكن كتير جدا في الدنيا وفي العالم المكان اللي إحنا موجودين فيه هنا ده كل اللي موجود ورايا واللي حضراتكم شايفينه من سنين قريبة فاتت كان مجرد صحرة دلوقتي بيشغي حياة حياة بكل ما تحمله الكلمة من معنى من مشاريع وأبراج عمالة بتبني لفرص عمل وعمالة لإخواتنا وشبابنا وولادنا اللي شغالين هنا لأسر من مختلف طبقات المجتمع المصري وكمان الجنسيات التانية اللي بتيجي من كل حتة في الدنيا عشان تشوف بحر مش موجود زيه في الدنيا عشان تشوف أماكن ومتنزهات على أرقى وأعلى المستويات اللي ممكن تكون موجودة في أحسن حتة في الدنيا فعلا قصما بالله إحنا موجودين في حتة فعلا يطلق عليها الجمهورية الجديدة ده مكان أنا عمري ما شفت زيه في مصر قبل كده في المكان اللي إحنا نزلين فيه حتة في القتل فيه 23 جنسية من الصغيرين للكبار كل واحد فيهم شايف حاجة تعجبه وشايف حاجة عجباه وبتميز المكان ده عشان كده هو أركب طيارة وجاي لغاية هنا تخيل بقى معايا الاستفادات والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والفنية اللي المكان ده بيعملها من عملة صعبة دخل البلد لمتنزهات وأماكن تلائم كل الطبقات اللي موجودة في المجتمع المصري هتلاقيها هنا هتلاقي حاجة تليق ليك وتليق لولادك وتليق لعيلتك وده أنا شفته بعناي الاتنين محدش حكالي عنه كل الفعاليات اللي إحنا موجودين عشانها مع حضراتكم سواء رياضية ولا فنية تخليك تيجي هنا تقعد أسبوع ولا عشر تيام ولا أيا كان عدد الأيام اللي إنت هتقضي فيها أجازتك فعلا هترجع واخد أجازة فرحان وفخور إن انت قضيتها في بلدك مصر اللي فعلا شكلها بيتغير خلينا أقول لحضراتكم إن واحد من أهم الفعاليات اللي إحنا بنشوفها وهتنطلق النهاردة هو سباق الهجن لما عدت أبص وأشوف كده طب الهجن ده تاريخه فين جاي منين لقيت إن هو واحد من أهم وأكتر الحاجات اللي موجودة في تراثنا العربي بشكل عام والمصري خصوصاً يعني حتى لقيت صورة لسباق هجن مصري مرسومة سنة 1878 لما بحثت أكتر وشفت عشان أعرف بداية السباق بتاعت الهجن في مصر كانت أمتى أول حاجة عرفتها وصلها كانت 1988 في سينة كان تحت إشراف المسؤولين في مركز سباق بقر عبد في منطقة الرواق ومن ساعتها وسباق الهجن ابتدى ياخد شعبية وبقى فيه قبائل كتير حتى زي الحويتيات وزي الطرابين والعزازمة وغيرهم بقوا مشهورين بفكرة الهجن وفكرة سباق الهجن ودي نقطة كل بلد في كل حتة في الدنيا بتهتم إن هي بقى عندها فعاليات رياضية على حاجة تخص التراث بتاعها حاجة تبين الهوية والثقافة بتاعتها والهجن واحد من أكتر الرياضات المغروسة في التراث العربي والمصري بعد كده بعد بعد كده بقى عندنا الاتحاد المصري للهجن وبقى عندنا فعاليات أكتر وأكتر النهاردة بقى هنشوفها هنشوف سباق الهجن موجود في مدينة العالمين الجديدة حوالي بنتكلم في عدد يقترب حوالي من خمسين من الجمال المخصوصة في سباق الهجن وحتى لما عدت أبص شوية وأشوف طب ده على فكرة فيه الهجن ده في السباق بتاعهم بيبقى الجمال بتجري وفيه زي راكب آلي عليها غير الخيول الخيول بيبقى فيه فارس فيه جوكي راكب الفارس وبيجري به الهجن بتبقى مختلفة شوية حتى ولو في بعض السباقات بيتم تطورها شوية وممكن يبقى فيه كمان فارس راكب على ظهر الجمال ولكن في الآخر هي واحدة من السباقات واحدة من الرياضات الجميلة المحببة اللي لها جذور تاريخية وجذور ثقافية في منطقتنا العربية وفيه جمهورية مصر العربية اللي بتتغير وشكلها بيتغير وبقت بالحلاوة والجمال اللي حضراتكم شايفينها دي مكملين معاكم ومستمرين معاكم في مهرجان العالمين الجديدة فعالية رياضية وفنية وثقافية وترفيهية وكل حاجة تمت بصلة للأجازة والاستمتاع وللمنطقة السحيرة اللي احنا بنشوفها مع حضراتكم دي مكملين معاكم لغاية 30 أغسطس هنكون معاكم دقيقة بدقيقة لحظة بلحظة وبنصح أي حد منكم عايز يتمتع وعايز يبسط يجي العالمين الجديدة هيبقى فخور وفرحان انه بيستمتع وبيقضي أجازته في بلده مصر موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة